اشتركوا في القناة يسعدني أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسرة في القرآن ولازلنا ندندن حول منهج الإسلام ومنهج القرآن في التعامل مع المشكلات في العلاقة الزوجية ومضى معنا أن الشريعة حريصة على الستر وحريصة على أن تعالج المشكلات في إطارها يعني الخاص بين الزوجين فإن خرجت فإلى حكمين عاقلين حكم من أهله وحكم من أهلها والشريعة يريد إصلاحا يوفق الله بينهما ولكن قد لا تنجح هذه المساعي ولا يكون أمامنا إلا الطلاق عند ذلك يأتي الأدب الإسلامي والأدب القرآني في الطلاق فيأتي قد الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان مرة بعد مرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان الآن وصلنا إلى هذه المرحلة طلقها يطلقها طلقة واحدة وتظل جالس عنده في بيته يدخل عليها لأن الشريعة تريد هذا وسأتينا هذا لا تخرجهن من بيوتهن والشريعة لا زالت تبعد شياطين الإنس والجن ليس كما يحصل الآن من بعض الجهلاء مجرد ما زع الأختنا مجرد ما أغضب بنتنا نروح نشتمه ونأخذ البنت هذا من عمل الشيطان وهذا مما يوسع المشكلات وهذا مما يولد التحديات بل من الخطورة بمكان أن تخرج المرأة الغاضبة من بيت زوجها وأذكر مرة اتصلت فتاة امرأة يعني تقول أنا غاضبة من زوجي والآن حقيبتي في الباب وأريد أن أخرج لا أريد أن أجلس قلت أين الزوج قالت هو سافر وأنا غاضبة منه قلت لها لن أتكلم معك حتى تعيد الحقائب إلى مكانها ثم تواصلي معي فلما تواصلت مع شيء من التذكير بالله وتذكيرها بعواقب الأمور ومع آلاتها الحمد لله استجابت وشكرت بعد ذلك لهذا العمل لأن بيتها كان سيخرب الشيطان الذي يدعوها إلى أن تخرج من بيتها وتخارف زوجها تتصل على والدها على أخيها تعال لا أريد خذوني إلى هذا إشكال كبير جدا ولذلك عند ذلك عندما يريد أن يعود يأتي إلى أهله فيقول مثل ما خرجت وحدها لا بد أن تأتي وحدها وأنفها في التراب أهلها يقول لها لن تخرجي من هذا البيت حتى يأتي وأنفه في التراب لأخذك إلى بيته معزة مكرمة وفي الحقيقة لن يصل أنفه إلى التراب ولن يصل أنفها إلى التراب ولكن سيكون مصير هذا البيت والخراب هنا تتجلى عظمة الشريعة أولا في أن الطلاق مرة بعد مرة هذا الطلاق السني المشروع الطلاق مرتان وصلنا إلى حل بعد ذلك يطلق وهذه فترة بعد هذا الطلاق ينتظر ثلاثة قرو إن كانت منها الحيض أو ثلاثة أشر لله لا يحضن ينتظر هذه المدة يعطو أنفسهم فرصة للمراجعة فإذا أكمل هذه المدة ولم يرجح هذه الزوجة فإنه لا يستطيع أن يعود إليها إلا بعقد جديد وهنا أيضا ينبغي أن نشجعها إذا أراد أن يعود ولا تعضلهن يعني عندما تريد أن تعود إلى زوجها ينبغي أن نشجعها وهذا أيضا منهج القرآن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهذا معنى من الأهمية بمكان ولكن أيضا بعض الجهلاء يغضب وهذا حصل يعني يحصل كثير من الناس أنهم يرفضوا لن ترجعي مرة أخرى إليه وقد يكون في قلبها حب له وميل والله يعلم وأنتم لا تعلمون هذا معنى تختم به بعض الآيات التي تحدث عن أسرها الله يعلم ما في النفوس وحدث أن بعض الصحابة طلقت أخت له فلما خرجت من عدتها جاء زوجها الأول يخطبها مع الخطاب فقام عليه وقال أكرمناك وأعطيناك وأخسم أن لا يردها إليه نزل وحي الله تبارك وتعالى يأمره أن يعيدها إلى زوجها لأن الله علم من قلبها الميل إليه وعلم من قلبه الميل إليها والطلاق أصلا هذا الفراق هو تأديل للإثنين هو تجربة هو علاج ليس هدم الطلاق الإسلام ليس الدين الذي جاء بالطلاق لكنه الدين الذي نظم الطلاق وضع له القواعد وضع له الضوابط وصعب الطلاق كما سنعرف قال بل أزوجك وأكرمك نزلت الآيات يعني بأن ينكحن أزواجهن إذا ترادوا ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس هذه المعاني كانت واضحة فالرجل قال بل أزوجك وأكرمك لهذا الذي طلق أخته هذا من المعاني الجميلة التي أحببنا أن نشير إليها لأن الناس يقعوا فيها كثيرا طيب بعد ذلك عادت إلى بيت زوجها استمرت الحياة جميلة عندهم الآن رصيد تطلق واحدة موجودة عليهم أن يكون أكثر حذرا لكن فرضنا حصة المشكلات نبدأ فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن والإجازة المفتوحة والحكمين ومرة ثانية طلقها الثاني الآن أيضا تظل في بيتها تتعرض لزوجها تتزين له إذا رجع إليها عاشرها يرجعها المهم يستأنف الحياة وهذا نريد أن نبين عظمة الشريع وأن الطلاق البائن البينون الكبرى طلقة الثالثة هذه لا تحصل إلا بعد مراحل طويلة بعد خطوات عديدة ولكن بعض الناس يستهذئ ويسخر بآيات الله فيحرق هذه المراحل والنبي صلى الله عليه وسلم غضب ممن طلق زوجته ثلاث وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم جعل عمر يسل سيفه دعني أضرب عنقه لأنه أغضب النبي عليه الصلاة الله وسلامه والإنسان يغضب من ذلك المستهتر الذي يجعل كلمة الطلاق في لسانه على الطعام وعلى الشراب وعلى يعني الصغير والكبير هذا ينبغي أن يؤدب ينبغي أن يجلد لأن الطلاق كلمة الرباط المقدس بين ينبغي أن تراعى هذه الكلمة وتأخذ حجمها وقدسيتها والناس ما تساهلوا في هذا الباب إلا لجهلهم وإن كنت تعجب فلك أن تعجب من من يتساهل ويتهاون ثم يأتي بعد ذلك يدور عن من يحتال له مفتي متساهل حتى يرد له الزوجة لأن له منها عيال أين كنت يا حبط الله ذلك الشريعة حريصة جدا على هذا وبعد ذلك فإن طلقها الثالثة فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره وهذا حقيقة أدب الاثنين إذا كنت تحبها لماذا فردت فيها لماذا فردت في زوجي لماذا ضيعت هذه الفرص وهذا طبعا فيه نوع من الضيق والتضيق وربما الإهانة للرجل أن تكون زوجته فراش لغيره يريدها فلا يصل إليها تريده فلا تصل إليه وهذا معنى جميل جدا لأن الشريعة لا تريد الطلاق فهو يعني حلال لكنه غير محبب عند الله تبارك وتعالى ولا عند الناس ولا عند العقلاء لكنه أحيانا يتعين حلا المهم بعد ذلك إذا طلقها الثالثة فلا تحلهم بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا لا مجال لتيس المستعار يتفق معه لا بد أن يكون نكاحا صحيحا النية فيه الديمومة والاستمرار فإن حصل بعد ذلك خلاف من زوجها الجديد هذا وطلقها فللزوج الأول أن يرجع إليها وأن يردها مرة أخرى إليه بعد أن يطلقها هذا الزوج الذي تزوجها زواجا كاملا ذاقد عسيلته وذاغ عسيلتها وكان هدف أن يستمر وليس بينهم اتفاق إلى غير ذلك من الشروط التي تتضح من خلال مراجعة القواعد التي جاءت بها هذه الشريعة التي شرفنا الله تبارك وتعالى بها إذن الشريعة حريصة على استقرار حريصة على استمرار فإن وصلنا إلى الطلاق فالشريعة تضع هذه الترثبات وتضع هذا الطريق الطويل قبل أن يكون هناك الفراق النهائي بين الزوجين وحتى لما يحصل الفراق النهائي الشريعة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان طلاق ليس وراءه خسائر طلاق مخطط له نسميه الطلاق الناجح يختار الوقت والزمن والعمر المناسب لأبناء ومستقبل أبناء وأين سيدرسوا وأسلوب التواصل وكيفية الإنفاق وكيفية القيام بالحقوق وصدقوني هذا طلاق ناجح فيه خير كثير وهنا يصبح الطلاق من إعجاز الشريعة لأن الأديان التي حرفت ومنعت الطلاق كانت النتيجة أن ينتحر أن تنتحر أن تحرقه أن يقتلها أن يكون بينهما خيانا أن يجبر بعضهم ومن أصعب الأشياء الإنسان لا نستطيع أن نجبره على طعام لا يريده ولا عسكنا لا يريدها فكيف نجبره على معاشرة من لا يريده هذا فيها الذاته مصيبة في حق الإنسان ومجلبة للأمراض والهواني والخطورة والدمار وربما تنتحر ربما ينتحر ولذلك كان من عظمة الشريعة فالطلاق إذا جاء وفق الترتيب الشرعي وفق المنهج القرآني هو من إعجاز هذا الدين العظيم الذي شرفنا الله تبارك وتعالى به عندما يكون وفق قواعده الصحيحة بهذا الترتيب الذي أشرنا إليه بعد هذه الخطوات الطويلة المرتبة التي جاءت في آيات محكمة فالإسلام إذا ليس حريص على الطلاق لكنه وليس الدين الذي جاء بالطلاق فقد كان موجودا وكان يطلق بلا عدد الشريعة ضبطت هذا وأوقفت هذا العبس وأوقفت هذا الإضرار بالمرأة فقال العظيم الطلاق مرتان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بعسان فإن طلقها الثالثة فلا تهل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره ما أحوجنا إلى أن نعيش مع فخ الأسرة في القرآن وإلى الملتقى في حلقات أخرى نجلي في هذه المعاني أستودعكم الله الذي لا تذيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته